بسم الله يبو الإبن والروحة الكدس اليهن واحد أمين النهاردة نعمة ربنا معتنا مع يوم الاثنين من الأسبوع السادس في الصوم الكبير والأسبوع السادس بيكلمنا فيه عن سبعة الجهاد اللي هي المعمودية النهاردة يوم الاثنين تركيز كل القراءات بيكلم عن توبة المعمودية مثل المعمودية يصبقها توبة الوحد يستعد لحياة الاستنارة اللي هيخدها في المعمودية ايه هي نعمة الميلاد الجديد اللي ناخدها في المعمودية دي عنوان قراءات النهاردة كلها النهاردة النبوات يكلمنا فيها سليمان الحكيم في سفر الأمثال في أول نبوة ازاي دعوة لكل الناس الخطاء عشان يرجعوا يقدموا توبة قدام ربنا ايه لما نبص كده لحياة سليمان سليمان عاش حياة في الأول حلوة خاصة كانت مليانة بحكمة جميلة وعاش يعني في ملء الحكمة لأنه طلب الحكمة من ربنا ولكن حقيقة لما بدأ يبعد عن ربنا وده مزلة الخطيئة دي الخطيئة دي بتزل الإنسان أوي فبدأت الخطيئة تعمل ايه؟ تعمل عينيه لكده احنا في آخر الأسبوع نتكلم عن المولود أعمى اللي فتح فالخطيئة تعمل عين الإنسان والجهل أيضا يعمل عين الإنسان فالخطيئة تعمل عين وتعمل قلب وتعمل تصرف الإنسان كله ده محور قراءات النهاردة كله فيتكلم في سفر الأمثال النهاردة على أهمية الحكمة أيها الحمقى تعلموا ذكاء ويا جهال تعلموا فهما خذوا تقديبي لا الفضة والمعرفة أكثر من الذهب المختار اطلب من ربنا الحكمة كنا عندك حكمة فالتصرف حكمة ازاي تعرف تقدمتوه يا إما بنتوه تصرف أو طبع غالب علي أنا وانتم واحد مش عارف يتخلص منه طب نعمل ايه؟ نقولنا رب الديني الديني في سفر الأشعال النبوة التانية يتكلم عن مشيئة الله ربنا عاوز ايه؟ عاوز ان احنا نقرب منه ونرجع عليه ايه؟ عشان عشان نسمحنا ويخفر لنا يتمتع معه بالملكوت فكل واحد فين له رسالة دي رسالة وسط الدنيا كلها يقرر كلمة او يقرر آية مرتين في النبوة النهاردة يقول انتم شهودي يقول الرب في عدد عشرة وعدد اتناشر يعني كل واحد دي رسالة ان يكون شاهد لربنا بحياته وكلامه وسلوكه قدام ربنا ويقول كده هو ايضا من اليوم انا هو ولا منقذ من يدي افعل وما يريد يعني خلي عندك ثقة في ربنا ان ربنا هو اللي بيفعل كل الامور لايه؟ لاجل خيرك ولاجل صالح حياتنا عشان خاطر انتوب ونرجع على ربنا وفي عدد خمستاشر يقول انا الرب كدوسكم خالق اسرائيل ملككم عشان ربنا يأكد مين اللي بيقولي الكلام ده؟ هو ربنا الكدوس واني اقول كلمة صعبة شوية في عدد 24 و 25 استخدمتني بخطياك واتعبتني بأثامك يعني ايه ساعات الواحد يقولك مهربنا طيب ربنا احنين لذلك يعمل ايه تمادة في الشيء اللي بيعمله مش عاوز يركع انا هو الماح ذنوبك لأجل نفسي وخطيك لأذكرها مفيش احلى من كده يقولك تعالى نعمل اتفاق جديد مع بعض ننسى ما هو كل ما هو وراء ونمتد إلى ما هو قدام نرجع تاني نقرب لربنا وانا همح كل ذنوبك كأن شيء لم يكن النبوة الثالثة في صفر ايوب يتكلم عن الفهم زي ما كان اوضح اليه اليه لأيوب وأصحابه فكرة الفهم لأن في الناس روحا ونسمة قدير تعقلهم يعني مهم اول واحد يبقى فاهم ربنا عاوز منه ايه التوبة تحتاج الى فهم مقاصد الله ربنا عاوز ايه عشان كده نلاقي في مرقس 12 انجيل باكر وده انجيل متكرر برضه في الايالات اللي فاتت ازاي ان ربنا يقول كده هو ان انا بديك وزنة انا بديك وزنة عشان تحافظ عليها مثل القرن وبعدين لما تحافظ علي هذه الوزنة ايه هتاخد بركة كبيرة في السم طب اذا ما حافظتش على هذه الوزنة يأتي صاحب القرن ويهلك الكرامين ويعطي القرن الى اخرين يعطي القرن الى اخرين ان البوليس النهاردة يكلمنا في تسالونيكي الاولى ازاي ان التوبة دي تحتاج الى عمل واضح يؤكد هذه التوبة زي ما قال يوحدنا المعمدان اصنعه اثمارا طريق بالتوبة يعني فيه سلوك مختلف لحياة الانسان التائب اللي عنده الايمان والثقة دي في ربنا فيقول كده هو في عدد ثلاثة هذه هي ارادة الله قدستكم ان تمتنوا عن الزنة وان يعرف كل واحد منكم ان يقتني اناءه بالقداسة وقرامة هنا اركز على فكرة الزنة مش بس مقصود بها الزنة الجسدي لكن كمان ان يتبعد عن ربنا يسمى زنة روحي قال كده في عهد القديم قال تركوني وزنوا وراء عليها اخرى لا يتطول احد ويطمع على اخيه في هذا الامر على هذه الخطيئة لان الرب منتقم لهذه كلها كما قلنا لكم قبلا وشاهدنا لان الله لم يدعونا الى النجاسة بل للقداسة ساعات الواحد يفوت كتير قوي ويسمى كل خطيئة على هواه اولي الاول يجي يعترف ويقول يا ابونا انا زنيت حبيبي زنيت بمعنى ايه كان في نظرة مش حلوة دي بالنسبة له خطيئة كبيرة لكن زي ما كانتش حاجة كبيرة الواحد ما بيعتبرهاش خطيئة واحيانا بنسى يقدم عنها توبة من يرزل لا يرزل انسان مدى الله الذي اعطانا ايضا روح الكدوس ان تحرسوا ان تكونوا هادئين وتمارسوا اموركم الخاصة تشتغرب ايديكم انتم كما اوصلناكم كل دي وصايا علامات للانسان اللي فعلا تائب يبان عليه من حياته وكلامه وسلوكه لكي تسلوكه بلياكه عند الذين هم من خارج اي الناس خارج الايمان بتشوفك انت بتعمل ازاي لو بتعمل زيهم ما فرقتش كتير لكن لازم يلاقي ان انت مختلف عنهم في حياتك وكلامك وسلوكك بعدين يقول الحاجة تانية كمان لا تحزنوا قلب باقينا الذين اللي رجاء لهم من جهة الركضين اقول لكم لا تحزنوا من جهة الكلب باقينا الذين اللي رجاء لهم لما حد يسافر السماء يطرد واحد بيزعل عليه زي كل الناس حزن يقود الى حزن وكآبة وتعب ولا حزن يقود الى فرح وجهات اكتر معلمنا يعقوب النهاردة يكلم عن التواضع يقول فاخدعوا لله قويموا ابليس فيهرب منكم طبعا فكرة التواضع هنا عاوز يقول اخدع لوسية ربنا بدون جدال اوقات كثيرة اوي واحد يقعد يجادل كثير اوي ويقعد يجيب سيرة الناس يمين واشمال حتى يقول كده اقترب الى الله يقترب اليكم طهروا كلبكم يا ذوي الرأيين اكتابوا ونوحوا وابكوا لتحول الحياكم الى فرح ونوحكم الى غم اتضعوا قدام الله فيرفعكم لا يزم بعضكم على بعض ما تقعدش بقى ايه تعمل تجيب فسير الده وده ما تقول ما انا عملته وهو عمل وغيره لا اخضع لله اذا حتى حتى جاءت لك تعب او زعل من حد او اهانة من حد قبلها اقول ربنا بعيت لي حاج ربنا بعيت لي حاج زي القصة المشهورة بتاعت الانب ارسانيوس لما قال هذا الالم لك يا ارساني ربنا بعت الكلام ده لي لي انا عشان خاطر ما عودش بقى اقول طب انا عملت ايه ومعملتش ايه اقول انا عمل ايه ومعملش ايه لا لا يذم بعضكم بعضا ايه الاخوة لان الذي يذم اخاه ويدين اخاه يذم الناموس ويدين نموس ويدين نموس القادر ان يخلص ويهلك فمن انت يا من تدين غيرك مشكلة لو احد يخش في قصة المزامة دي والادانة دي يقوله كده دايما يقولك في كل مرة انت بتدين واحد وتشاور عليه كده بصابعك التاني ده وتشاور به على نفسك كأن انت بتقول نفسك انا اللي بعمل الخطيه دي مش هو صفر الاعمال يكلم عن مقومة غليون لبولس لما كان مقومة غليون لليهود لما كانوا بيسمعوا الشكوى ضد بولس وكأنه بيقول ان في كل وقت لازم انت كمان تشهد للمسيح زي ما ملود اعمل هنقابله في اخر الاسبوع في الحد اللي جاي زي وقف شاهد قدام الفرسين اكتر من مرة وشاهد للمسيح اكتر من مرة قال الرب لبولس برؤية في الليل لا تخف بل تكلم ولا تسقط لاني انا معك ويقع بك احد ليؤذيك لان ليه شعبهم كثيرة في هذه المنطقة او هذه المدينة فقعد في المدينة دي في اخائية سنة وست شهر يعلم فيها بكلمة طلقة فطبعا تلاقي في مقاومة موجود مفيش انسان عاوز يقدم طوبة الا ويلاقي كل وسائل المقاومة حوالي كثيرة او موجود لكن اصرار الانسان ان عاوز يقدم طوبة عاوز يرجع على ربنا ربنا اقوى من كل هذه الظروف ويهيئ للانسان فرص حلوة كثيرة للطوبة اخر حاجة النهاردة في انجيل النهاردة تحث المخلص المؤمنين على التوبة من خلال انجيل لقى 13 لما الموقف الشهير في اول اصحاح لما بدأوا يسمعوا عن الجليليون اللي خلص بلاطس دمهم بزبائحهم ويقدموا زبائح بلاطس غضب عليهم لاجل يعني اموره محصول وغيره راح بعت ناس موتهم ويقدموا الزبيح وبعدين ناس تانيين كان 18 واحد من الجمعين في بابل حتى اسمها السلوام ويقع عليهم البرج في السلوام هناك فالناس دي كانت تسأل ربنا السوع يا ترى الناس دي كانت اوحش من اللي حواليهم ربنا قالهم لا هي الرسالة مش كده خالص الرسالة هي رسالة طوبة رسالة طوبة اوقات كثيرة قوي تحصل امور حولنا كتير مش بس قصة الفيروس اللي احنا عايشين فيها الفترات دي لا الحقيقة في العالم كله كانت يام بتحصل حاجات كتيرة مجاعات وقوبة وزلازل وغيره 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 كل شوية كانت تحصل حاجات كتير قوي وصعدت البحث يقول لك يا يا أستاذ بلادي فيها حاجات صعبة قوي لا مين قالك كده احنا كمان عندنا حاجات صعبة بس هي الرسالة مش كده رسالة ايه احنا محتاجين نقدم طوبة احنا محتاجين نقدم طوبة الرسالة واضحة الطوبة دي مهمة قوي هي حياتنا كلها لذا الانسان ما تمسكش بيها حاجات كتيرة اوها تروح منه اهمها واغلاها هي ابديده علامة الطوبة هي ايه النهاردة يقول لنا علامة الطوبة هي السلوك الحلو اللي يبان قدام كل الناس ساعات تلاقي الواحد يهتم يحضر كنيسة واجتماعات وغيره 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 ولكن حياته هي هي يقول لك رايح الكنيسة وباية ما الكنيسة لكن هو كما هو زي ما هو بالظرط ما تغيرش فعلامة التغيير ان الواحد علامة الطوبة هي ان يكون فعلا فيه تغيير كامل لحياتنا ربنا يعطينا نعمة ويعطينا تغيير لحياتنا دي كل مجد وكرامة من الان و الى الابد امين موسيقى موسيقى